اهلا بكم النهاردة هنحل الدرس الرابع مناخ بلدي السؤال الاول ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد تتميز المناطق القريبة من البحر بارتفاع درجة حرارتها الاجابة هتكون غلط اتنين تتعامد الشمس على مدار السرطان في فصل الشتاء في مصر طبعا الاجابة هتكون عندنا غلط ثلاثة تتساوى درجة الحرارة بين مدينتي الاكسر والاسكندرية طبعا الاكسر تحت خالص والاسكندرية فوق خالص فبالتالي الاجابة هتكون غلط اربعة يدور كوكب الارض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع يوم طبعا الاجابة هتكون صواب خمسة ترتفع درجة الحرارة في المناطق المرتفعة مثل الجبال طبعا الاجابة خطأ تقل لانه كلما ارتفعنا 150 متر تقل الحرارة درجة واحدة ستة تقع معظم بساحة مصر ضمن الاكليم الصحراوي الحار طبعا الاجابة هتكون صح سبعة تتعامل الشمس على مدار الجدي في فصل الشتاء طبعا الاجابة هتكون صح تمانية لكوكب الارض دورتان دورة يومية حول محورها واخرى سنوية حول الشمس الاجابة طبعا صواب تسعة تقع معظم اراضي الدولة المصرية ضمن اكليم البحر المتوسط طبعا غلط ضمن الاكليم الصحراوي الحار السؤال اللي بعده اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاكواص واحد تعتبر مدينة كنة في مصر ضمن الاكليم المداري الاستوائي الصحراوي الموسمي الاجابة الصحراوي اتنين تتعامل اشعة الشمس في النصف الشمالي من الكرة الارضية على مدار الجدي الاستواء السرطان الكتبية الاجابة السرطان ثلاثة من شهور الشتاء في مصر شهر فبراير مارس ابريل مايو الاجابة شهر فبراير اربعة تتساقط السلوك على الجبال العالية باستجابة سنت كاترين في فصل الصيف الخريف الشتاء الربيع طبعا في فصل الشتاء خمسة تتعامل الشمس على دائرة الاستواء في فصل الصيف والربيع الصيف والخريف الصيف والشتاء الخريف والربيع طبعا الاجابة الخريف والربيع ستة يسود الجو الجاف في مصر في فصل الشتاء الخريف الربيع الصيف الإجابة الصيف سبعة تتعامد الشمس في فصل الصيف على مدار السرطان مدار الجدي دائرة الاستواء الدائرة الكوبية طبعا تتعامد على مدار السرطان تمانية ترتفع درجة الحرارة بسبب اكترابها من مدار السرطان في مدينة القاهرة أسكندرية أسيوت أسوان الإجابة أسوان السؤال اللي بعده أمام الخريطة لأحد الأقاليم المناخية في مصر إدرسها جيدا ثم أجب عن الأسئلة الآتية واحد حدد الأقاليم المناخية التي تنتمي إليها المدن الآتية الجيزة نويبع مرسى مطروح طب أولا الجيزة الجيزة ونويبع صحراوي حار هنبص على الخريطة الجيزة هي أصفر ونويبع موجودة في الحتة دي فبالتالي مفتاح الخريطة يقول لك صحراوي حار أما مرسى مطروح موجودة فوق هنا في الحتة دي فبالتالي إكليم بحر متوسط اتنين أسكر أسماء ثلاث مدن تنتمي إلى الإكليم الصحراوي طبعا حتة الصفرة كلها ممكن تقول أي حاجة منهم شرم الشيخ الغرداء السفاجة عايز تقول إن الأكسر أسوان برحتك أي حاجة في حتة الصفرة تلاتة حدد العام المؤثر على مناخ مدن إكليم البحر متوسط يعني معتدل إليه؟ بسبب الكرب من المسطحات المائية لأن المسطحات المائية تضطف درجة الحرارة السؤال الرابع أمام الجدول يوضح درجات الحرارة لمصر اقرأ الجدول ثم أجب عن الأسئلة الآتية الأسكندرية 35 أسوان 44 الغرداء 39 سوى 41 واحد حدد أعلى المدن في درجة الحرارة مع التفسير طبعا أعلى المدن هي ضهية أسوان ليه؟ لأنها من المناطق الداخلية وتنتمي إلى الإكليم الصحراوي وليتعامد الشمس على مدار السرطان في فاصل مين؟ في فاصل الصيف اتنين حدد أقل المدن مع ذكر السبب أقل المدن في درجة الحرارة طبعا أقل المدن في درجة الحرارة الإسكندرية طب ليه؟ لأنها قريبة من البحر وتنتمي إلى إكليم البحر المتوسط ثلاثة فسر سبب ارتفاع درجة الحرارة في المدينة مرتفعة بها الحرارة اللي هي عندنا مدينة مين؟ أسوان بسبب الموقع الفلكي لمصر حيث تقع في الإكليم الصحراوي الحار السؤال اللي بعده قارن بين فصلي الربيع والخريف من حيث أوجه الشبه والاختلاف طبعا التشابه تعامد الشمس على دائرة الاستواء والتشابه الثاني يسود الجو المعتدل أما الخصائص المناخية تنشط حركة الرياح وبخاصة رياح الخمسين أما الخريف تنخفت درجة الحرارة وقد تسقط الأمطار في بعض المناطق بما تفسر السؤال السادس تلف المحاصيل الزراعية عند هبوب رياح الخمسين في فصل الربيع طبعا يرجع ذلك أنها تكون محملة بالرمال والأتربة أتنين تعاقف فصول السنة الأربعة طبعا بسبب طوران كوكب الأرض حول الشمس مرة كل 365 وربع يوم تلاتة ترتفع درجة الحرارة في الأجزاء الجنوبية في مصر من مصر في شهر يوليو طبعا يرجع ذلك إلى تعامد الشمس على مدار السرطان في النصف الشمالي حيث تقع مصر أربعة حدوث وسطي الخريف والربيع طبعا بسبب تعامد الشمس على دائرة الاستواء خمسة اعتدال الحرارة اعتدال الحرارة في مدينتي الأسكندرية ومرسة مطروح عن مدينة القاهرة طبعا بسبب عندنا الأسكندرية ومرسة مطروح تنتميان إلى إكليم البحر المتوسط ولأن المسطحات المائية تعمل على تلطيف درجة الحرارة السؤال السابع ما النتاج المترتبة على دوران كوكب الأرض حول الشمس كل 365 وربع يوم طبعا هيترطب على ذلك تعاقب في سوري السنة الأربعة اتنين ما النتاج المترتبة على هبوب رياح الخماسين على مصر في فصل الربيع طبعا تأتي محملة بالرياح والأتربة مما يصيب الإنسان ببعض الأمراض وتلف المحاصيل الزراعية السؤال السامن ماذا يحرص لو كان موقع مدينة أسوان على البحر المتوسط طبعا سوف يتميز مناخها بالاعتدال الحرارة وسكوط الأمطار بخاصة في فصل الشتاء السؤال اللي بعده أسئلة انتحانات الإدارات السؤال الأول أمام خريطة صماء لمصر اختر مدلول الأرقام الموضحة عليها واحد المدينة رقم واحد تقع ضمن إكليم طبعا المدينة رقم واحد هنا يا شباب دي اسكندرية يبقى إكليم ده بحر المتوسط رقم اثنين المدينة رقم اثنين تقع ضمن إكليم طبعا المدينة رقم اثنين هنا دي مدينة كنة فتقع ضمن إكليم الصحراوي الحار تلاتة إكليم مناخي هنبص على الخريطة مع بعض الإكليم المناخي اللي هنا طبعا يا شباب طبعا برضو هو إكليم الصحراوي الحار أربعة البحر هنبص عن مؤشر طبعا البحر هنا يقع في الشرق ده البحر الأحمر خمسة يشير إلى إكليم مناخي هنبص عن مؤشر خمسة تقع عند البحر المتوسط تبقى إكليم البحر المتوسط أو الإكليم المعتدل السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين تتعامد الشمس على دائرة الاستواء في فصلي الصيف والشتاء الشتاء والربيع الربيع والخريف الشتاء والخريف طبعا الإجابة الربيع والخريف اتنين يمكن في فصل الصيف زيارة مدينة تتمتع باعتدال جوها هي مدينة أسوان ولا المينيا ولا مرسى مطروح ولا دلوادي الجديد طبعا المدينة اللي بنصيف فيها مرسى مطروح تلاتة يمر مدار السرطان في نقاط مصر طبعا شمال مصر ولا جنوب ولا الشرق ولا غرب طبعا الإجابة جنوب مصر أربعة تقع معظم مساحة مصر ضمن الإقليم المداري الاستوائي الموسمي الصحراوي الإجابة الصحراوي خمسة يؤدي عامل ارتفاع إلى تكون السلوج على هضبة العبابدة منخفض القطارة واد العليش جبل سانت كاترين الإجابة جبل سانت كاترين ستة المدينة التي لا تنتمي للإقليم الصحراوي مدينة أسوان المينيا الكاهرة دومياط طبعا مدينة دومياط سبعة تهب رياح الخمسين على مصر في فصل الصيف الشتاء الربيع الخليف طبعا الإجابة الربيع تمانية تكون الشمس في أقرب نقطة من الأرض المصرية في شهر يونيو مارس سبتمبر ديسمبر طبعا في شهر عندنا يونيو السؤال اللي بعده السؤال الثالث أكمل العبارات التالية رياح تهب على مصر في فصل الربيع طبعا رياح الخمسين اتنين المناطق الشمالية لمصر تقع ضمن إقليم مناخ طبعا مناخ البحر المتوسط تلاتة يصاحب سكوط الأمطار أحيانا تساقط السلوج على جبل طبعا عندنا جبل سانت كاترين أربعة تتعامل الشمس على مدار نقط في فصل الشتاء طبعا تتعامل على مدار الجدي السؤال الرابع اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد تحدث ظاهرة الفصول الأربعة لدوران الأرض حول نفسها كل 24 ساعة طبعا الإجابة خطأ اتنين لكوكب الأرض دورتان دورة يومية حول نفسها وأخرى سنويا حول الشمس الإجابة صواب تلاتة تكون الشمس عمودية على مدار الجدي في شهر أكتوبر يعني في شتاء الإجابة هتكون عندنا خطأ تقع جميع الأراضي المصرية ضمن الإقليم الصحراوي الحار الإجابة عندنا طبعا جميع الأراضي بش جميع أغلب الأراضي السؤال الخامس اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية رياح محملة بالرمال والأتربة تهب على مصر في فصل الربيع طبعا رياح اسمها رياح الخماسين السؤال الثالث أجب عما يلي بما تفسر المناطق القريبة من البحر متوسط حارتها معتدلة طبعا لأن نسيم البحر يرطف من درجة الحرارة بما تفسر تعاقب في سور السنة الأربعة بسبب دوران كوكب الأرض حول الشمس مرة كل 365 وربع يوم ما النتاج مترطبة على هبوب رياح الخماسين على مصر في فصل الربيع طبعا ترطب على ذلك صوبة الإنسان ببعض الأمراض مستأمراض الجهاز التنفسي وكذلك تلف المحاصيل الزراعية وربما لقدر الله حدوث المجعين ما النتاج مترطبة على تعامل الشمس على دائرة الاستواء مرتين في العام طبعا يترطب على ذلك حدوث فصل الربيع والخريف وتساوي الليل والنهار ما النتاج مترطبة على موقع مصر الفلك بين دائرتين عرض 22 درجة وواحوة 36 شمانا طبعا ترطب على ذلك وقوع معظم الأراضي المصرية في الإكليم الصحراوي الحار مع عدل أجزاء الشمالية مناخ بحر متوسط معتدل ما النتاج مترطبة على دوران الأرض حول الشمس مرة كل 365 وربع يوم طبعا ترطب على ذلك تعاقب في سور السنة المناخية الأربعة السؤال اللي بعده اختبر نفسك أمامك خريطة لمصر انظر إلى الأماكن المحددة ثم أجب عن ما يليه واحد مدار هنبص هنا على الخريطة المدار اللي في الجنوب طبعا مدار السرطان اتنين جبل يتكون عليه السلوك طبعا هنبص على الجبل عند المؤشر هنا طبعا جبل سانت كاترين تلاتة نطاق إكليم طبعا هنا الإكليم اللي فوق ده إكليم بحر المتوسط أربعة البحر اللي هنا اسمه البحر الأحمر بما تفسر تراكم السلوك فوق جبل سانت كاترين طبعا بسبب عامل الارتفاع حيث كلما ارتفعنا 150 متر تكل درجة الحرارة درجة واحدة السؤال الثاني اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية دوائر أفوكية ترسم حول الكرة الأرضية وتكون غير متساوية الطول طبعا اسمها دوائر العرض اتنين رواصف فايدية تكونت عندما صب نهر النيل طبعا الرواسب لي اسمها الدلتة تلاتة إكليم مناخي يضم المناطق الشمالية في مصر طبعا الإكليم ده اسمه إكليم البحر المتوسط أربعة عصر تاريخي سمي ببنات الأهرام طبعا عصر الدولة القديمة خمسة إكليم مناخي يشغل معظم مساحة مصر طبعا الإكليم ده اسمه الإكليم الصحراوي الحار السؤال اللي بعده السؤال الثالث كارم بين الإكليم الصحراوي الحار وإكليم البحر متوسط من حيثه خصائص المناخية أهم من مدن المصرية الواقعة فيه طبعا عندنا أول حاجة لإكليم الصحراوي الحار الخصائص المناخية صيفا شديد الحرارة خاصة النهار والشتاء الشديد البرودة خاصة أثناء الليل والأمطار ندرة وقد تسقط على شكل سيول أهم المدن الواقعة فيه أسوان عندنا إكليم البحر متوسط الخصائص المناخية اعتدال الحرارة وسكوط الأمطار وخاصة في فصل الشتاء وأهم المدن الأسكندرية ما النتائج المترتبة على هبوب رياح الخمسين على مصر في فصل الربيع طبعا يترتب على ذلك أنها تأتي محملة بالرمال والأتربة وتضرب صحة الإنسان وتسبب أمراض الجهاز التنفسي وتلف المحاصيل الزراعية ما النتائج المترتبة على حدوث حركات انكسارية للسخول الصلبة طبعا ترتب عليها التكون الجبال الانكسارية مثل جبال البحر الأحمر وبكده انتهينا من أسئلة الدرس شكرا لكم وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع ياريت تدعمونا باشتراك القناة لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر